أصدقائي أطباء المستقبل أهلا وسهلا فيكن من جديد بهذه المحاضرة اللي حنكمل فيها حكي عن القحف الحشوي وننهي حديثنا بشكل كامل عن القحف يلي هو من أصعب الشغلات اللي موجودة بمادتنا طيب هلأ بالنسبة للقحف الحشوي ظل عندنا مجموعة عظام صغيرة خفيفة نظيفة إن شاء الله ما بتلاقوا فيها صعوبة مقارنة بالشي اللي مرأنا عليه هلأ أول عظم حنبلش فيه هو العظم الأنفي أو النيزل بون هالعظمتين هدول الصغار هو عظم مزدوج واحد على اليمين واحد على اليسار موجودين بهالمنطقة هاي طيب هنشوف هلأ فيديو عن العظم الأنفي ومعه بنفس الوقت كمان عن عظم موجود بهالمنطقة هاي اسمه العظم الدمعي لأنه اثنين هاتون صغار وممكن ينشملوا بفيديو واحد طيب فخلينا نشوف هلأ هون نحنا كيف عنا هالعظم هاي العظم الأنفي وهي العظم الدمعي تمام طيب هلأ العظمين الأنفية مثل ما أنا شايفين بشكله بداية جذر بداية الأنف تمام أو جذر الأنف بينما باقي الأنف اللي بنعرفه نحنا باقي هيكل الأنف فهو بتشكل من الغضاريف مو من العظام تمام طيب أما بنسبة العظم الدمعي فهو عم يشكلنا جزء من الجدار الأنسي للحجاج مثل ما أنا شايفين تمام وبساهم بتشكيل هالنفق هذا يلي منسميه قناة أنفية دمعية بتنقل الدمع باتجاه جوف الأنف بالطرفين مثل ما أنا شايفين هون وهون طيب هذا اللي بهمنا لحاليا من الفيديو خلينا ننتقل للسلايدر إذن فالعظم الأنفي نوعه من العظام هو عظم مزدوج عندي واحد بالطرف واحد بالطرف الثاني عبارة عن صفيحة عظمية تمام رقيقة مثل ما أنا شايفين لها أربع حواف مستقيلة الشكل عم تشكل مع نظيرتها قبة الأنف تمام أما باقي هيكل الأنف فهو عم يتشكل من الغضاريف طيب هاي بالنسبة للعظم الأنفي شايفين هلأ العظم الدمعي بقى هذا العظم اللي شفنا بعده واللي بنسميه بالإنجليزي العظم الدمعي هذا اللي شايفينه هون كمان باللون الأبيض أخدنا الحجاج هادا وكبرناه هون فشايفينهم باللون الأبيض العظم الدمعي كمان عظم مزدوج عندي واحد هون واحد هون تمام عم يتوضع بين العظم الجبهي بالأعلى العظم الغربالي بالخلف والعظم الفكي العلوي بالأسفل هاي العظام يلي عم تحيط بالحظم الدمعي الجبهي من الاعلى تمام وفيه عندنا الغربالي من الخلف والعظم الفكي العلوي من الاسفل تمام طيب وطبعا عم يشاهم بتشكيل الجدار الانسي للحجار مثل ما انا عم يحول الميزابة الدمعية لقناة دمعية الفية نفس المبدأ حكينا اكتر من مرة صنع يعني لما بيكون في عندي مثلا انا قناة او نفق او الى اخره عم يتشكل من عظمين تمام فلما باخد عظم لحاله مثلا لو اخدت العظم الفكي العلوي لحاله حلاقي في عندي هيك تمام انخفاض بهالشكل هاد هذا بسميه ميزابة او ثلم ما بسميه نفق وانما بيكمل النفق بوجود العظم التاني بهالشكل هاد هلأ صار فين يسميه نفق بيمرؤ منه الدمع باتجاه جوف الانف فاذا النفق الدمعي الانفي تمام او القناة الدمعية الانفية هي قناة بتتشكل بين عظمين يلي هنين من جهة العظم الفكي العلوي ومن جهة العظم الدمعي تمام طيب واخر فكرة بالنسبة للعظم الدمعي انه منلاحظ فيه عليه انخفاض بهالشكل او هون متل ما يكون شايفين كمان في عندنا انخفاض بهالشكل تمام وهي العظم الدمعي فعمليا الانخفاض عم يكون جزء من هالعظم هذا الانخفاض بيسكن فيه كيس منسميه كيس الدمع قبل ما يكمل الدمع باتجاه الاسفل بالقناة الدمعية الانفية تمام طيب فهذا منسميه حفرة كيس الدمع هالحفرة هاي او الانخفاض منسميه حفرة كيس الدمع تمام طيب هاي كل شي بدنا يا بالنسبة للعظم الدمعي خلينا ننتهي الا العظم التالت بمحاضرتنا واللي هو المحارة الانفية السفلية او القرين السفلي او الانفيريور نيزل كونكا طيب شو هاي احنا متل ما حكينا من قبل لنا في عنا بالانف تمام بالجدار الوحشي بالانف بهالطرف بهالطرف ثلاث قرينا قرين علوي قرين متوسط وقرين سفلي القرين العلوي والمتوسط كانوا تابعين للعظم الغربالي هذا العظم يلي هون موجود باللون الاخضر تمام بينما القرين الانفي السفلي اعتبرنا على انه هو عظم مستقل بحد ذاته تمام وفيه له ارتكاز على العظم الفكي العلوي وعلى العظم الحنكي تمام طيب فخلينا نشوف هنا الصورة بشكل مفصل اكتر فالعظم القرين السفلي اول شي بيشبهه كأنه له شكل مثلث تمام بهالشكل هاد طيب فيه له حافة امامية وحافة خلفية هلا الحافة الامامية تمام كما نشايفين بتوصل للا هون في عنا فوهة جوف الانف وهي الحافة الامامية يعني الحافة الامامية قريبة من هالفوه هاي هاي من ناحية من ناحية تانية كمان طبعا انه نحن عنا الحافة هون والحافة هون بتكون متثبتة على منطرف على العظم الفكي العلوي متل ما انا شايفين تمام بتتذكروا هالبروز هذا اللي سميناه العرف القريني هذا التبارز نبين اكتر شي هيك من هون كيف متبارز هالتبارز هاد تمام عم يثبت عم يثبت عليه القرين السفلي من جهة ومن جهة تاني كمان العظم الحنكي فيه له صفيحة عمودية من هالصفيحة العمودية عم يثبت عليها القرين السفلي تمام اذا في القرين السفلي هو عظم مستقل بيتثبت عن طريق العظم الفكي العلوي مع العظم الحنكي طيب وهي بالنسبة للعظم الفكي عظم القرين السفلي هلا خلينا نجي بقى لعظم اسمه الميكعة او فومر يلي مرعت معنا وقت حكينا عن الحاجز الانفي او الوترة قلنا وقت الحاجز الانفي هذا اللي شايفينه هيك بالمقطع السهمي الناصف بتشكل من كذا بنية احدها الصفيحة العمودية للغربالي تمام وفيه عنا طبعا بنية غضروفية بتساهم بها الوترة ومن ناحية فيه عنا عظم الميكعة تمام هذا اللي موجوده فعظم الميكعة حكينا عنه هيك بشكل عابر هلا حطوله فقر على حاله تمام قالوا انه هو عظم او شي عظم مفرد العظام اللي مرت معنا قبل شوي كانت عظام مزدوجبينه ما هذا عظم مفرد لانه واحد موجود بس على الخط الناصف تمام طيب بالاضافة لكونه عظم مفرد هو عبارة عن صفيحة كمان رقيقة من العظم لها اربع حواف بهالشكل عم تساهم بتشكيل الحاجز الانفي او الوترة مثل ما انا شايفين عملك مفصل مع الصفيحة العمودية للغربالي مع غضروف الوترة تمام وفي عنا هون العرف القريني هذا اللي حكينا عنا وقت حكينا عن الفك العلوي طيب خلينا ننتقل هلا للعظم يلي بعده واللي هو العظم الحنكي هلا بالنسبة للعظم الحنكي او البلاتاين بون العظم الحنكي لحتى نفهمه اكتر خلينا نشوف هذا الفيديو على السريح هلا نحنا في عنا اتفقنا انه الفك العلوي عم يشكل لي هون شي من سميه الحنك الصلب تمام يلي هو صغير فاصل بين جوف الفم وجوف الانف يلي فوق تمام طيب هلا الفكرة بقى انه عنا العظم الحنكي هو العظم هذا اللي شايفينه هون الاصفر هو العظم الفك العلوي وهذا باللون الازرع الفاتح هو عبارة عن العظم الحنكي يلي هيكمل هالحنك الصلب يلي بلش بالعظم الفك العلوي تمام طيب خلينا نكمل هيك لنشوف شايفين هاي العظم الحنكي وهي العظم الفك العلوي هلأ العظم الحنكي ما هو عبارة عن بس صفيحة أفقية وإنما بياخد شكل حرف L صفيحة أفقية هيك وصفيحة عمودية هيك تمام؟ مثل ما كان الفك العلوي كمان نفس الشي الفك العلوي بنتذكر أنه كان عم يشكل جزء من الجدار الوحشي لجوف الأنف صح؟ وبيطلع منه ناتق حنكي بهالشكل هلأ العظم الحنكي بيكمل هالبنية هي من الخلف فبيعملنا هون فيه صفيحة عمودية وفيه صفيحة أفقية الصفيحة العمودية تبعه بتكون هي عبارة عن تتمة للجدار الوحشي لجوف الأنف والصفيحة الأفقية تتمة للحنك الصلب أو الناتق الحنكي تمام؟ وطبعا هو عظم مزدوج يعني حرف L من هون عظم حنكي أول وعظم حنكي ثاني من الطرف الثاني فإذا العظم الحنكي له هاي اللي منسميها صفيحة عمودية وهي الصفيحة الأفقية تمام؟ طيب هلأ متل ما تخيلنا نحن العظم الحنكي هلأ صحينا نشوفه على الصور عنا طبعا متل ما اتفقنا حرف L هو عظم مزدوج أخذ شكل حرف L بيناتهم هون بيكون في عنا تجوية في الأنف وإذا أخذنا مقطع سهمي بهالشكل هاد تمام؟ عم نطلع حلق نحن من الجانب فمن الجانب منشوف شو؟ منشوف هاي الصفيحة اللي هي الصفيحة العمودية منشوف الصفيحة العمودية ومنشوف كيف مرتكز عليها القرين السفلي بهالشكل هاد تمام؟ طيب وهي الصفيحة الأفقية يلي عم تساهم بتشكيل الحنك الصلب تمام؟ هاي البنية كلها يتنهل لهم فصفيحة أفقية وصفيحة عمودية هلأ الصفيحة الأفقية تمام؟ بيكون عم يرتكز عليها فتر خلفية من هالنطقة هاي تماما بنية أو عضلة منسميها العضلة الموترة لشراع الحنك العضلة الموترة لشراع الحنك طيب خلينا نشوف هالعضلة هاي هو عم ترتكز مثل ما اتفقنا على الحافة الخلفية للصفيحة الأفقية تمام؟ طيب لحتى نشوف هالعضلة بشكل واضح خلينا نستعين بهالبرنامج هون برنامج 3D تمام؟ طيب فهلا هاي نحن عم نتطلع على القحف شلنا الفك السفلي تمام؟ عم بتطلع هيك أنا من الجانب صرت وهي العضلة الموترة لشراع الحنك تمام؟ طيب نقرب شوي لحتى نشوفها بشكل أفضل هاي إذن العضلة الموترة لشراع الحنك وشايفينا كيف عم ترتكز على الحافة تمام؟ الخلفية للصفيحة الأفقية للعظم هي الحافة الخلفية للصفيحة الأفقية للعظم الحنكي تمام؟ شايفينا كيف هاي العضلة وهي ارتكازة بهالمنطقة هاي طيب هلا خلصنا حكي عن العظم الحنكي وننتقل بقى كمان العظم هو العظم الوجني أو الزايغوماتيك بون هو عبارة عن هالعظم هذا اللي شايفينه هون ونفسه كمان بالطرف التاني فهو عظم مزدوج منسميه زايغوماتيك بون هلا العظم الوجني تمام عم يتوضع سطحيا تحت جلد تحت سطح الجلد مباشرة أي واحد فينا يحط ايده هون بمنطقة الوجنة بجس العظم مباشرة تحت سطح الجلد طيب هلا بالنسبة لوجوهه اعرفي عنه أول شيء مbe Coleman بو有دين من الانسي هذا الوجه يلي عم يتمفصل مع ظروه الهرم الفكwhl Primary فهذا الوجه من الانسي له العظم تمام؟ هذا الوجه الانسي له العظم عم يتمفصل مع ظروه هرم الفكه العلوي تمام؟ طيب هاي بالنسبة الوجه الانسي هلأ كمان في عنا نحن وجه وحشي هذا اللي بيكون موجود تحت سطح الجلد مباشرة هذا الوجه بتنشأ منه عضلتين يلي هنين العضلة الوجنية الصغيرة والعضلة الوجنية الكبيرة هدول العضلتين مقصوصين هون تمام لحتى يبين العضل فهي العضلة الوجنية الصغيرة وهي العضلة الوجنية الكبيرة طيب إذا بنا نطلع بالطرف الثاني فهن متروكين بشكل كامل هاي العضلة الوجنية الصغيرة وهي العضلة الوجنية الكبيرة طيب هلأ حكينا أنه في وجه انسي بيكون عم يتمفصل مع الفك العلوي وفي وجه وحشي هذا اللي شايفينه يلي بيكون تحت سطح الجلد مباشرة هلأ في جزء خلفي هذا يلي عم يتمفصل مع العظم الصدغي تمام نحن عنا هاي العظم الصدغي بيطلع منه ناتق اسمه الناتق الوجني تمام للعظم الصدغي هذا الناتق الوجني بيتمفصل مع ناتق موافق له من العظم الوجني لحتى يشكلوا لي هالبنية الكاملة كل ياتا يلي بسميها القوس الوجنية تمام إذا العظم الوجني من الخلف عم يتمفصل مع العظم الصدغي لحتى يشكلوا القوس الوجنية والقوس الوجنية بيكون فوقها هالبنية كلها أو هالمنطقة اللي بسميها الحفرة الصدغية تمام طيب هلأ كمان بنفس الوقت بلاقي في عندي من الناتق أو من العظم الوجني طالع ناتق بهالشكل هاد بسميه الناتق الحجاجي تمام هذا الناتق يلي بيكون عم يتمفصل مع العظم الجبهي تمام لحتى يشكلوا الحجاج بالوحشي تمام إذن في عندي هذا الناتق يسميه الناتق الحجاجي تمام يلي عم يتمفصل مع العظم الجبهي ليشكلوا جدار وحشي للحجر تمام طيب هاي بالنسبة للعظم الوجني هلأ خلينا ننتقل لآخر العظام يلي هو العظم اللامي العظم اللامي ما هو عظم عم يشكل جزء من القحف هو هذا العظم يلي عم يقشر عليه السهم تماما واللي مثل ما أنا شايفين هو عظم موجود بالعنق بس ولكن كعظم عظم معلق بالعنق يعني ممكن يكون متثبت عن طريق أوتار وعن طريق عضلات بس ولكن ما في صلة بينه وبين أي عظم تاني من اللي حواليه يعني منلاحظ كل العظم عم تتنفصل مع بعضه تمام إلا هذا العظم قاعد هيك لحاله بالرأبة تمام ما عنده تمصل مع عظم تاني وإنما متثبت عن طريق الأربطة والأوتار وإلى آخره طيب وحطيناه مع القحف لأنه عمليا هو ما في مكان حيندرس فيه غير هون بس ولكن مثل ما قلت لكم لا يعتبر انه هو من عظام القحف ليكوا هاي القحف هون تمام والعظم اللامي قاعد لحاله ماشي ومنسميه بالانجليزي هايويد بون طيب خلينا نشوف الفيديو عنه لحتى نفهمه بشكل أفضل العظم اللامي مثل ما أنا شايفين عظم له شكل حرف يو تمام ومعلق أسفل الفق السفلي بدون ما يتصال مباشرة مع أي عظم مثل ما أنا شايفين طيب هالعظم هاد فينا أي حدا عندنا فينا يجسو فيكن تحركوه من جانب لجانب عادي ما بصير شري يعني تمام طيب هذا الجزء من العظم منسميه جسم العظم وهو مكان الارتكاز كتير من العضلات ومنلاحظ الشكل تبعه تمام طيب وطبعا هو محدد مثل ما أنا شايفين هلا هاد بسميه قرن كبير تمام طيب فعندي قرن كبير من كل جانب عم يتنفصل مع الجسم تمام وفيه عنا قرن صغير عم يطلع من الجسم باتجاه الأعلى بهالشكل هاد من كل جانب كمان هلا تقريبا بقى الجزء الأمامي من العظم بيكون على خط مستقيم مع آخر رحة موجودة بالفك السفلي بهالشكل هاد طيب هلا خلصنا من الفيديو خلينا ننتقل للصور فالعظم اللامي مثل ما أنا أول شي هو عظم مفرد ولا مزدوج هو عظم مفرد عم يتوضع طبعا تحت الفك السفلي تمام بيكون الفك السفلي من الأعلى والحنجرة من الأسفل وهو بيناتهم ماشي؟ طيب شكله شكل حرف يو مثل ما أنا شايفين عم يتكون من جسم وقرنين كبيرين وقرنين صغيرين ماشي؟ خلينا نحكي عنهم وحدة وحدة أول شي الجسم الجسم منلاحظ أنه وجهه الأمامي محدب وطبعا وجهه الخلفي حيكون مقاعر هالوجه الأمامي المحدب اللي شايفينه مقسوم بواسطة عرف يعني ارتفاع عظمي مقسوم بواسطة العرف لقسمين قسم علوي وقسم سفلي طبعا هذا الوجه منلاحظ أنه ما له أملس تماما ما في شيء أملس يعني منلاحظ أنه كتير في عليه بروزات عظمية ليش؟ لأنه في ارتكاز لعضلات كتيرة بتكون على هالوجه هذا من العظم فبترتكز عليه عضلات من فوق منسميها عضلات فوق اللامي تمام وفي عضلات من تحت منسميها عضلات تحت اللامي بالإضافة لأنه كمان بيرتكز عليه غشاء اسمه الغشاء الدرقي اللامي يلي حنشوفه بعد شوي طيب القرن الكبير كمان القرن الكبير تقريبا مثل الجسم عم يطلع من الجسم ويتجه باتجاه الوحشي تمام والخلف طبعا وعم يكون منشأ كمان لارتكاز عضلات أو نشوء عضلات حنشوفها بعد شوي هلأ أما القرن الصغير فالقرن الصغير هذا متل ما نشايفينه هون عم ينشأ من مكان اتصال القرن الكبير مع الجسم تمام طيب وعم يتجاه باتجاه الأعلى هلأ بهمنا بالقرن الصغير أنه عم يرتكز على نهايته العلوية رباط اسمه الرباط الإبري اللامي دعنا نشوف الصور لحتى نفهم كل هذه الحكيم أول شي القرن الصغير هذا اللي شفناه هون لكه عم يرتكز عليه رباط اسمه الرباط الإبري اللامي يلي جاي من الناتق الإبري وهيك باتجاه القرن الصغير للعظم اللامي تمام وقرن الصغير تذكر وقرن الصغير للعظم اللامي تمام طيب هلأ بالنسبة لهذا الرباط يلي بسمي الرباط الإبري من وين جاي؟ من الناتق الإبري للعظم اللامي وبشكل خاص للقرن الصغير من العظم اللامي تمام طيب هلأ بالنسبة له الجسم والقرنين الكبيرين على الجانبين تمام فبينشأ منهم غشاء بسمين غشاء الدرقي اللامي تمام من تحت تمام من سميه الغشاء الدرقي اللامي طيب ليش سميناه درقي؟ يعني كلمة الدرقي هي من وين جاي؟ العلاقة يعني بالغدة الدرقية هلأ مبدئيا أنه لا تعتبروا أنه العلاقة هي مع الغدروف هذا اللي بنسميه الغدروف الدرقي تمام؟ فهو عم يوصل بين الغدروف الدرقي يلي هون وبين العظم اللامي فسميناه الغشاء الدرقي اللامي يلي بيكون هذا الغشاء عم يرتكز على العظم اللامي من الأسفل بهالشكل هون تمام؟ طيب وبنفس الوقت قلنا نحن أنه هاي العظم اللامي هون في عضلات بتكون فوقه كثيرة وعضلات بتكون تحته ما بتكون أسماء هون هلأ بس بهم أنكم تعرفوا أنه في عندنا شيء اسمه عضلات فوق اللامي وعضلات تحت اللامي بتنشأ و بترتكز من الجسم وبالإضافة للقرن الكبير معه تمام؟ طيب هلأ سؤال الرباط الإبري اللامي يرتكز وين الرباط الإبري اللامي؟ هذا الرباط اللي هلأ شفناه تمام؟ هذا الرباط وين اتفقنا أنه عم يرتكز على النهاية العلوية للقرن الصغير للعظم اللامي؟ تمام؟ طيب إذا قالونا على الجسم لأنه غلط إذا قالونا على النهاية العلوية للقرن الكبير غلط أسفل جسم العظم اللامي كمان غلط طيب هلأ في موضوع الحفر القحفية؟ هذا موضوع أنا أجلته لهلأ لأنه لو بلشنا فيه أول شيء كان سيكون يعني شغلة معقدة وصعبة عليكم ومصطلحات كلها تغريبة فهلأ نحن الحفر القحفية بتتذكروا أول ما بلشنا أسلنا القحف لثلاث حفر قلنا فيه عننا حفرة قحفية أمامية وحفرة قحفية متوسطة وحفرة قحفية خلفية تمام؟ طيب قلت لكم الوقت أنه مثل درجات السلم بس ما فصلنا بكل حفرة قحفية من شو عم تتشكل بالضبط لأنه ببساطة كنتوا لسا مؤاخدين القحف هلأ صار فينا بقى نحن نرجع لهي الفقرة وتكون سهلة واضحة بالنسبة لأيكم يعني هلأ مثلا لو أجيت لكم الحفرة القحفية الأمامية اللي أنتوا شايفينها هون من شو عم تتشكل من بنعة عظمية مثل ما أنا شايفينهم يعني هون لوننا القحف على أساس العظم كل عظم لون هون لوننا القحف كل حفرة قحفية بلون طيب هلأ خلينا بقى نحن نشوف الحفرة القحفية الأمامية هاي المرقمة برقم واحد من شو عم تتشكل هون؟ من اللايها عم تتشكل مثلا من القسم الحجاجي للعظم الجبهي تمام؟ عم تتشكل كمان من الصفيحة الأفقية للعظم الغربالي تمام؟ بالإضافة للجناح هذا وهذا يلي هنال الجناح الصغير للوتدي هدول البنى مع بعضهم الجناح الصغير للوتدي مع الصفيحة الأفقية تمام؟ مع القسم الحجاجي من العظم الجبهي هدول البنى كلها مع بعضهم شكلوا لي شيء اسمه الحفرة القحفية الأمامية طيب هلأ خلينا نجي للحفرة القحفية الوسطى فبالحفرة القحفية الوسطى نتطلع هون لنشوفها من شو مكونة مكونة من جسم الوتدي خلينا نمحي هدول كلها هدول مكونة من جسم الوتدي تمام؟ هاي واحد اتنين الجناح الكبير بكل جانب صح؟ هاي الجسم وهي الجناحين الكبيرين كمان بنفس الوقت شو عنا؟ في عنا الصخرة مثل ما أنا شايفين هون مقسومة لقسمين يعني هون لو أجيت هاي فبلعيها مقسومة لقسمين اللي هي جزء من العظم الصدغي قسم تابع للحفرة القحفية الخلفية وقسم تابع للحفرة القحفية الأمامية اللي هيك أنا كمان حقسمها حقول الوجه الأمامي تمام؟ لعظم الصخرة هو جزء من الحفرة القحفية الوسطى تمام؟ بينما الوجه الخلفي للصخرة هو عبارة عن جزء من الحفرة القحفية الخلفية تمام؟ طيب شو ضل عنا بنا متشكل كمان الحفرة القحفية الوسطى؟ إن جسم الوتدي والجناحين الكبيرين والوجه الأمامي لعظم الصخرة ضل عنا بقى هالمنطقة هاي اللي هي القسم الصدفي من العظم الصدغي واحدة، تنتين، ثلاثة، والوجه الأمامي أربعة عم يشكلوني الحفرة القحفية الوسطى تمام؟ طيب ضل الحفرة القحفية الخلفية الحفرة القحفية الخلفية عم تتشكل من الوجه الخلفي للصخرة بالإضافة للعظم القذالي كله بشكل كامل تمام؟ طيب هاي خلصنا من الحفرة القحفية ومرأة إجانا السؤال عليهم أي من العناصر الآتية لا يشارك في تكوين الحفرة القحفية الوسطى؟ أي واحد جسم العظم الوتدي بالنسبة للحفرة القحفية الوسطى شو رأيكم؟ عم يساهم ناتي عرف الديك شو رأيكم بقا هون؟ لا يكون ناتي عرف الديك هون كان ناتي عرف الديك على الصفيحة الأفقية صح؟ هذا عم يساهم بتشكيل الحفرة القحفية الوسطى؟ لا وبالتالي هذا خطأ الوجه الأمامي لصخرة العظم الصدغي صح؟ والقسم الصدفي للعظم الصدغي كمان صح؟ طيب هلأ ضل عنا بقا فكرة المفصل الفكي الصدغي؟ هاي المفصل اللي قلت لكم هتجي عليه ثقرة كاملة بنهاية الحكي عن القحف؟ اسمه بالانجليزي تيمبورو تمام؟ تيمبورو من تيمبورل يعني صدغي تيمبورو مانديبيولر جوينت تمام؟ يعني مفصل فكي صدغي تتذكروا المانديبل هو عبارة عن الفك السفلي وتيمبورل هو عبارة عن الصدغي فهنا يجو هايك بنحطوهم كلهم بكلمة واحدة تيمبورو مانديبيولر جوينت يعني هون مفصل فكي صدغي تمام؟ طيب خلينا نشوف اول شي الفيديو مثل العادة هاي المفصل الفكي الصدغي يلي عم نحكي عليه تمام؟ طيب الفك السفلي من تحت والعظم الصدغي من فوق اول شي بالنسبة للفك السفلي منلاحظ انه الجزء اللي بيتمفصل منه هو هذا الناتق يلي منسميه الناتق اللقمي الناتق اللقمي بيكون فيه الوجه هذا الامامي وجه بيضوي تمام؟ بينما الوجه الخلفي بيكون شكله مثلثي مثل ما انا شايفين تمام؟ به الشكل هاي طيب اذا اذا وجه امامي بيضوي وجه خلفي مثلثي هاي بالنسبة للناتق اللقمي الناتق اللقمي مع شو بديض مفصل من العظم الصدغي؟ مع حفرة الفك السفلي هاي اللي موجودة هون مانديبولار فوسر حفرة الفك السفلي تمام؟ طيب وامام الحفرة فيه عندنا تبارز عظمي منسميه الحديبة التمفصلية او التبارز الحديبة التمفصلية إذن هون في عنا حفرة الفك السفلي وهون الحديبة التمفصلية هاي الحديبة هون والحفرة بالخلف وهي المفصل بشكل كامل مع المحفظة وهي محيطة فيه تمام؟ طيب شايفين هلأ هون كيف المحفظة؟ المحفظة مثل ما قدت لكم ما هي هالبنية الآسية وإنما بنية رخوة بهالشكل هات بس ولكن بتقسى بمناطق معينة لحتى تعملنا أربطة طيب فإذن هاي المفصل هو عم يتحرك داخل المحفظة بيتحرك بهالشكل هات هلأ هون بقى بهالمنطقة هاي بتتسمى كشوية المحفظة لحتى تعملنا الرباط الوحشي تمام؟ أو بيسموه lateral ligament طيب هلأ بتتذكروا أنه كان عندي أنا جوات المفصل الفكي الصدغي بنية مميزة بين المفاصل الزليلية واللي هي القرص المفصلي فالقرص المفصلي بهذا المفصل بيكون عم يتوضع تماما بهالمنطقة هاي مكان ما عم يرتسم الخط وهلأ حنشوفه بدنا نقص المحفظة يلي بتكون محيطة بالمفصل لحتى نشوف القرص كيف قاعد جوات المفصل فهي قصينا المحفظة تمام؟ شايفين؟ هاي القرص المفصلي يلي بيكون موجود بين السطحين المفصليين لحتى يزيد من التوافق بين هدول السطحين هاي القرص يلي عم نحكي عليه تمام؟ طيب ويكون طبعا متثبت من الجوانب على المحفظة اللي هي محفظة المفصل تمام؟ طيب وهي اذا بدنا نشوفه لحاله كقرص مفصلي بيكون بهالشكل هاد لحتى هو متل ما اتفقنا يزيد التوافق بين السطحين المفصليين تبع المفصل الفكي السفلي صدقي طيب هلا بقى خلينا ننتقل للصور اول شي نوعه من المفاصل المفصل الفكي السفلي شو اتفقنا نوعه من بين المفاصل هو مفصل زليلي تمام؟ بيتكون اول شي بنحكي عن المفاصل بنحكي عن السطوح المفصلية يلي عم تتمفصل مع بعضه فالصطوح المفصلية هنا متلا ما اتفقنا نحن فيه عنا الافك السفلي من جيهة والعظم السطуки من جيهة بالعظم السطقي في عنا حفل الفك السفلي تمام؟ و بالفك السفلي في عنا هي الناتق اللقمي اذا الناتق اللقمي مع حفرت الفك السفلي شكلوا ما آهلا فالناتق اللقمي東حيالشكل و Liquid 3 طيب لو اجينا نحن اقوم بحفة مفاوة الفكل لذلك بيها المفصل بهالشكل هاد تمام اتما كن شايفين هون الصينة العظم بهالشكل والصينة هون فحنلاقي نحن انه في عنا هاي سطح مفصلي من الاعلى مع سطح مفصلي من الاسفل وبيناتهم عم يكون في عندي هالبنية اللي هي القرص المفصلي تمام طيب هلا اول شي بالنسبة للسطوح المفصلية قلنا نحن بزمانه انه لما بكون في عندي انا سطحين مفصليين عم يتنفصلوا بمفصل زليلي فرضا في هون سطح وفي هون سطح موافق لألو عم يتنفصل معه فبكون شرط بالمفاصل الزليلية انه تكون السطوح المفصلية مغطاة بغضروف زجاجي تمام بهالشكل هاد فرضا هون في غضروف زجاجي وهون في غضروف زجاجي بيكون عم يغطي السطوح المفصلية مكان ما بده يصير احتكاك من لاقيه عم يغطي غضروف زجاجي تمام هلا الفكرة انه في استثناء بالمفصل الفكي الصدغي انه بيكون عم يغطي السطوح المفصلية غضروف بس معنى غضروف زجاجي وانما غضروف ليفي يعني هون بيكون في عندي غضروف ليفي هذا باللون الازرق وهون في غضروف ليفي كمان باللون الازرق عم يغطوا السطوح المفصلية تمام طيب وبعدين بيجينا القرص المفصلي هذا القرص يلي عم يقسم جوف المفصل لقسمين قسم علوي وقسم سوفلي وبعدين بيغلف هالبنية كلها الشي اللي بنسميه المحفظة المفصلية تمام طيب هلا على ذكر المحفظة المفصلية هالمحفظة هاي اللي شافينا نحنا هون تمام هي عم تكون محيطة بكامل المفصل فبدا ترتكز بالجوانب تمام لحتى تحيط فيه فارتكازاته بتكون عالشكل التالي من الاعلى بتكون عم ترتكز على هالبنية يلي سميناها القوس الوجنية تمام ومن الاسفل هتكون عم ترتكز على عنق الناتق اللقمي او عنق فرع الفك السفلي تمام ممكن نسمي هيك ممكن نسمي هيك هلا هاي من الاعلى وهي من الاسفل من الأعلى على القوس الوجنية ومن الأسفل على عنق فرع الفك السفلي أو على عنق الناتق اللقمي طيب هلأ من الخلف قال بترتكز المحفظة على شق منسميه الشق الصخري الطبلي أو بسموه كمان شق كلازر شق كلازر تمام؟ يلي عم يقشر إنه عليه السهم الأخضر هذا الشق اللي موجود بها المنطقة تمام؟ هلأ هذا شو؟ هذا عبارة عن العظم الصدغي صح؟ هاي الناتق الوجني وهي حفرة الفك السفلي فعمليا بهالمنطقة هاي بيكون التمفصل وبالخلف هون على هذا الشق بيكون عم يرتكز أو عم ترتكز المحفظة المفصلية فصرنا عرفانين إنه من الأعلى على القوس الوجنية من الخلف على شق كلازر ومن الأسفل على عنق الناتق اللقمي طيب قال كمان في عندنا مرتكز بس هذا من الإنسي يعني نحن هون عم نطلع هذا وجه وحشي تمام؟ بينما إذا بتطلع من الإنسي في عندي هون وجه إنسي تمام؟ لا فرع الفك السفلي فمن الإنسي بتكون المحفظة عم ترتكز على هذا الناتق يلي منسميه شوك الوتدي تمام؟ هذا شوك الوتدي بتكون المحفظة هاي المحفظة اللي شايفينا نحن هون ليك عم ترتكز من الإنسي على هذا الناتق يلي هو شوك الوتدي تمام؟ طيب هاي ارتكازات المحفظة بشكل كامل آخر مرة نعيدهم كمان على السريع من الأعلى على القوس الوجنية من الأسفل على عنق الناتق اللقمي من الخلف على شق كلازر ومن الإنسي على هالناتق اللي منسميه شوك الوتدي تمام؟ طيب هلا بقى نحن في عنا أربطة بتثبت المفصل هاد الأربطة على نوعين تمام؟ في منهم أربطة بتكون من ضمن المحفظة نفسه تمام؟ خلينا نقول الأربطة داخلية وفي عنا أربطة بتكون خارجية إضافية تمام؟ طيب الأربطة بتكون من ضمن المحفظة يعني المحفظة نفسه تسمكت بمنطقة معينة وشكلت رباط بيحدد من حركة المفصل لحتى ما يصير فيه خلوعه إلى آخره فأهم رباط موجود ضمن المحفظة هو هذا اللي شايفينه هون واللي اسمه الرباط الجانبي الوحشي تمام؟ هذا اسمه الرباط الجانبي الوحشي تمام؟ طيب هذا الرباط هو أهم واحد بنشوفه بالنسبة للأربطة اللي بتكون ضمن المحفظة هلأ في عنا كمان بنفس الوقت من ضمن المحفظة رباط أمامي ورباط خلفي بحيث أن الخلفي هون اللي بيكون موجود بيكون أقوى وأمتم بالإضافة كمان لأربطة مثل ما اتفقنا خارجية برات المحفظة وهالأربطة الخارجية الإضافية بتشمل رباطين رباط أول شي من سميه رباط إباري فكي سفلي يعني جاية من الناتق الإباري ورايح باتجاه الفك السفلي فهذا بسميه رباط إباري فكي سفلي تمام بينما في عندي هون رباط جاية من شوك الوتدي ونازل هيك باتجاه الفك السفلي فهذا اللي بسميه رباط وتدي فكي سفلي تمام طيب خلينا نرجع شوي لها الصورة شايفين هون من الداخل إذا عم تطلع عمل الأنسي هاي رباط إباري فكي سفلي وهي رباط وتدي فكي سفلي الرباط الوتدي فكي سفلي وين عم يرتكز بتتذكروا لما أخذنا الفكي سفلي إلنا في هون تبارز صغير من سميه اللوسين بيكون عم يرتكز عليه تماما هذا الرباط يلي سمناه رباط وتدي فكي سفلي بالإضافة للرباط الثاني يلي هو الرباط الإباري الفكي سفلي هدول اتنين أربطة خارجية وفيه أربطة بتكون جاية من ضمن المحفظة هيك منكون خلصنا حكي عن المفصل الفكي الصدغي وهلأ مننتقل بس كلم حصرية عن الدروز القحفية أو سوتشرز أخذنا من قبل شو يعني دروز قحفية وليش سميناها بها الاسم هلأ بس خلينا ناخد كم درز شو منسميهم يعني كل واحد باسمه أول شي في عندي الدرز بيكون عم يفصل تمام بين العظم الجبهي من جهة والعظمين الجداريين من جهة تمام هذا الدرز اللي نحن شايفينه هون هذا منسميه الدرز الأكليلي تمام ويمكن من اسمه لأنه هذا يأتي مثل المستوى ال Arkansas تتذكروا كيف تلتلقني الاكل dib MARChe على charla فهذا مثل المستوى الاكل فسموه درز اكليلي تمام طيب فينا اللound درز بيكون عم يفصل بين العظمين الجداريين هذا اللي شايفينه هون مينسمن درز السهمي كمان لأنه يأتي مثل ما بيجي المستوى السهمي تماما فسمينا جدرز السهمي طيبration والدرز الثالث اللي مطالبين فيه هذا الري الإغاث أن يمكن أن يفصل بين جداريين والقذالي ربما يبدون درز اللامي الرابط كلمة الدرز اللامي هي بالاصل جاي من انه بالانجليزي نحن بنسميه لامب دويد سوتشور اللي هو عبارة عن هالدرز هاد تمام طيب بالانجليزي بقى من وين جابوا اصل الاسم بالانجليزي كلمة لامب دويد جاي من لمدة بتتذكروا هالحرف اليوناني هاد اللي كنا نكتبه هيك لمدة هذا فينا نعتبره السمول لتر طبع الحرف تمام وهاد الكابيتل لتر طبعه مثل ما في في الجنجليزي مثلا سمول لتر وكابيتل لتر باليوناني كان عندهم سمول لتر بها الشكل تبع الحرف اسمه لمدة هي سمول لتر طبع وهي كابيتل لتر طبعه فالتشابه صار واضح بينها بين الكابيتل لتر طبع اللمدة وبين الدرز هاد فلا هيك سموه لامب دويد سوتشور يعني من هون لامب دويد سوتشور بالعربي ترجمه لدرز اللامي نايس معلومة سريعة طيب كمان اللي بيحب يحل هكك كلمات متقاطعة وحاسس انه في عنده هلأ عطلة طويلة ومحجورين بالبيت ما عم نلاقي شي نتسلى فيه ففيه ويحل هدول الكلمات تمام الفكرة هون انا شو عملت لكم شغلة انه مثلا بتقروا عبارة انه عظم مفرد يشغل القسم الخلفي السفلي من القحف فهي العبارة عم توصف عظم معين تمام طيب هذا العظم مثلا شو هو هو العظم القذالي تمام العظم القذالي بالانجليزي شو هو هو تمام فأنا بدي حل هون بالانجليزي يعني شوف العظم اللي عم توصفه الجملة شو اسمه بالانجليزي وبعبي تمام مثلا اوكسي بي تال اللي هو رقم اتنين وفقي تمام وهيك فيكن تحلو يعني تعتبروها كلمات متقاطعة مننا الواحد بيجدد معلوماته وبيعمل لها ريفريش ومننا بيكون عم يتسلى ويختبر حاله يلي بتكون يا طيب وهلا بقى بنجي للاختبار الحقيقي يلي بنجي عليه بالامتحان بدياكن تحلو الأسئلة اللي موجودين تختبرو حالكم فيهم بتمنى لكم كل التوفيق وبشوفكم بالمحاضرات الجاية ان شاء الله اشتركوا في القناة